إلى التفاصيل ونبدأ من الصين حيث أقامت سفارة وهندوراس في الصين حفلة افتتاح لها اليوم الأحد في بكين كشف وزير خارجية الصينية شينغان ووزير خارجية هندوراس أنري كرينا السطار عن لافتة بوبة سفارة في الستدس والعشرين مارس من العام الجاري أقامت صين وهندوراس رسميا العلاقة الدبلوماسية فتح فصلا جديدا في تاريخ العلاقة الثنائية منذ أكثر من شهرين بعد يقامة العلاقات تعمل هندوراس على تعزيز بناء السفارة في بكين طلقت دعما ومساعدة قويين من الصين